اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وانا مذنب في حق الله وفي قانون كده يقبل المنطق انه كلما الشخص المذنب في حقه مقدار يزيد كلما الذنب يزيد يعني سوري لو انا غلط في واحد مثلا عامل عندي في المستشفى قلت له كلمة مش كويسة يعني ممكن اصالحه بعشرة دولار يعني او بعشرة جنيه لك لو قلت نفس الكلمة لطبيب لو قلتها لمدير المستشفى لو قلتها لوزير الصحة لو قلتها لرئيس الجمهورية كلما الشخص المذنب في حقه مقدار يزيد كلما الذنب يزيد مش كده برضو فانا مذنب في حق الله الداود اليك وحدك اخطأت والشر قدام عينك صنات الله غير محدود بقي ذنبي غير محدود استحقت عليه عقوبة غير محدودة وهي الطرح في جوهنم الى ابد الابديين دي المشكلة انا مذنب انا مذنب في حق الله مقدار الذنب يتناسب طرديا مع قيمة الشخص المذنب في حقه الله غير محدود اصبح ذنبي غير محدود استحقت عقوبة غير محدودة العقوبة المحدودة الغير محدودة هي الطرح في جوهنم الى ابد الابديين دي المشكلة طيب حل المشكلة يا باسم حل المشكلة أخ نظار والله خلاص مش هتجسد عندك إيه تحل بالمشكلة؟ قال عندي أعمال صالحة يعني أنا موزني بعمل حاجات وحشة لكن برضو بعمل حاجات كويسة هل الأعمال الصالحة تكفر عن الخطيئة؟ في الحقيقة لا الأسباب كثيرة أهمها أن الأعمال الصالحة محدودة صادرة من إنسان محدود إلى إنسان محدود محدود فأصبحت الأعمال الصالحة محدودة أنا جايب ميزان حاطت هنا ذنب غير محدود وعقوبة غير محدودة حطت في الكفة الثانية أعمال صالحة محدودة لا تكفر عن الخطيئة أنا دكتور قراح قبل ما ترأى وابقى خادم للإنجيل عملت عمليات أنقصت آلاف الناس من الموت دي أعمال صالحة أو مش أعمال صالحة؟ أعمال صالحة طيب واحد في الشارع ديئني طلحت الطبنجة ورحت أتلته أروح للقاضي قال له يا حضرات القضاء والمستشارين إني طبيب جراح أنقصت آلاف المصابين عن الموت ده يكفر عن أني أنا أتلت واحد؟ لا برضو هيعكم علي بالمزنوبية فالأعمال الصالحة لا تكفر عن الزنب الغير محدود وإلا أسرق مليون جنيه ده زنب واحد أطلع نصهم أعمل بيهم خمسمائة حسنة يبقى أنا عملت خمسمائة حسنة مقابل زنب واحد يبقى أنا مدين ربنا طبعا لا ككلام لا يقبله العقل الحاجة الثانية أنا عندي أني أتوب يا رب هتوب ومش هعمل كده تاني ماشي طب واللي عملته التوبة لا تكفر عن قضايا الماضي من هنا الله تدخل لكي يحل المشكلة بالفداء معلش طولت لكن وصلت للنقطة اللي حضرتك عايزها لماذا تجسد المسيح لكي يتمم الفداء والبدلية طب عند الله الله عادل والله رحيم علشان ينفذ عادله وينفذ رحمته كان لازم يتجسد وبعد ما يتجسد يكون هو الفادي اللي يدفع أجرة الخطيئة طب الفادي أنا إنسان يبقى لازم يكون إنسان الحاجة الثانية لو إنسان عمل خطيئة واحدة يقول لي أفديك أقول له في مساء كده في المصر يقوله قلت لك يا عبد المعين تعيني لإيتك عايز تتعاني ما أنت محكم عليك بالموت عشان أنت عملت خطيئة فأنا عايز إنسان بس بدون بدون خطيئة قد قدوس القدوس المولود منك يدعى ابن الله المسيح هو الشخص الوحيد القدوس بشهادة كل الحبايب والأعداء كلهم شاهدوا عن قداسة المسيح لكن حضرتك لو الشخص الفادي ده هيكفر عن ذنبي أنا بس يبقى لازم قيمته تسويني أنا لو هيكفر عن عشرة يبقى يتفكي بعشرة يعني يساوي عشرة لو هيكفر عن مية يبقى قيمته سوى مية لو هيكفر عن العالم كله ويدفى خطايا العالم كله يبقى لازم قيمته تساوي أو تزيد عن قيمة العالم يبقى لازم يكون إنسان بدون خطيئة قيمته يتفك بكام زي ويقولك الراجل ده تبعشر رجالة ما سبقى لتعبير ده ده الراجل بعشرة يبقى يساوي عشرة طيب لازم واحد عشان يكفر عن خطايا العالم كله من آدم لغد آخر واحد ييجي يبقى لازم قيمته تساوي ينفع أو تزيد خير وبركة تزيد عن قيمة العالم كله نمر أربعة لازم الشخص ده يكون ملك نفسه ملك نفسه عشان يبقى له الحق أنه يموت من أجلي ومن أجلك وذكرت كمان البدلية البدلية دائما يعني شخص بموت بديل عن شخص آخر وده يسوع المسيح صح بس هو مش هيموت عن شخص لا هو مش هيموت عن شخص بس مات بديل أنا اللي لازم أموت صح هو أخذ مكاني طب أخذ مكانك أنت بس ولا أخذ مكانك ومكاني أخذ مكان ومكانك ومكان كل البشر إذن لازم قيمته تساوي أو تزيد عن قيمة كل البشر وده المسيح لأنه الله الذي ظهر في صورة إنسان فبقي المسيح إنسان بلا خطيئة قيمته تساوي أو تزيد عن قيمة طبعا قيمته تساوي تزيد عن قيمة العالم كله لأنه مكتوب عنه في إنجيل وحن أصحاح واحد كل شيء به كان هو الخلق العالم فهو أعظم من العالم وبغيره لم يكن شيء مما كان ثم ملك نسه له الحق له الحق إنه يموت نيابة عني وعنك لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد ترجمة نانسي قنقر